أهلا بكم خلال لقاء الأسبوعي بالحجاج في ساحة القديس بوتروس في حاضرة الفاتيكان أكد قداسة البابا فرانسيس لجموع الحاضرين وخاصة القادمين من العراق وسوريا والشرق الأوسط أن بوتروس يعلمنا أن نفتح قلوبنا وأن نتحرر من فرديتنا لكي نصنع الخير ونسعى من أجل لقاء القلوب مع الله ونتقاسم الحياة مع الآخرين وأضاف قراءة من سفر أعمال الرسل فشرع بوتروس يقول أدركت حقا أن الله ليراعي ظاهر الناس فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشرا بالسلام عن يد يسوع المسيح إنما هو رب الناس أجمعين كلام الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر